تنفيذ لأمر صاحب السمو الملكي وللعهد رئيسي مجلس الوزراء بمباشرة صرف الزيادة بمعاشات المتقاعدين بأثر رجعي أعلنت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أنها قامت اليوم بإداع الزيادة لجميع المتقاعدين بأثر رجعي للفترة من يناير 2021 ولغاية أبريل 2022 وأضحت السيدة إيمان مصطفى المرباطي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بأن زيادة 3% شملت جميع المعاشات التقاعدية والمعاشات المصروفة للمستحقين من المتوفين بمجموع أكثر من 95 ألف متقاعد ومستحق وتم إداعها بأثر رجعي في حساباتهم تزامنا مع معاشات شهر أبريل الجهري على أن يستمر صرفها شهريا ضمن المعاش اعتبارا من شهر مايو المقبل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر